اللي هو الجنرال توفيق اللي كان لي كنت شرف انك كنت من بين الشخصيات القليلة جداً اللي حضيت باستقبال شخصي وخاص من طرف هذا الرجل واش تقدر تقول لنا على هذا الانسان هذا؟ اوه اولاً الشيء نقدر نقوله في البداية هو انه انا اصغر بكتير انت انت كذلك اسمح لي بان اصغر بكتير من ان نتحدث او نقيم رجل لانه اطلاً لم نعمل معه يعني اوكي لما تلتقي الانسان تتشكل فكرة ولكن مش فكرة 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 شاملة انا الشيء اللي ممكن نقوله كحفيد كاعلامي انه وجدت فيه رجل اللي عرفته انسان محترم ومحترم لمن يكلم مسيت متقف يحب كتير الرياضة والكورة عادي لازم نركز عليها وانا عرفت وعارب بانه الناس ممكن ما يعرفوا هاش في وقت ما تدخل شخصياً واقنع بعض اللايبين في الاتحاق بالمنتخاب الازائلي مش بشكل مباشر يعني من صحب انه نحكيها لانه اوكيين اشياء لا توقع هذا سبق صحفي هذا هذا سبق صحفي سبقني في وقت ما انا ما كنت عارفها في وقتها يعني صراحة يعني انا عرفتها بعدين وعن طريق اشخاص اخرين وهو اكدها لي اه انا عرف بانه عرفت بانه تواصل مع لعب كبير في العالم باش هذا كاللعب الكبير اقنع لعب جزائري بانه يلتحك بالجزائر وهذا كاللتحك بالجزائر بعد ذلك فهو يحب الكورة كتير ويتباحة كتير دليل انه مازال يلعبها الان الناس يلعبوا معي يقولك مازال يلعب الكورة الان نزيد لك حاجة واحد اخرى على المدرب الالديد هذا مثلاً في الايام الاولى كانوا الله رضي امه احفيد واشر اكلابها اسبخي الحمدلله قالي واش المدرب ماذا يقولوا؟ قلت لهم يقولوا بلي هادا فتكوفيتش قالي وش حال الهاتف قلت له ما على بالي قلت له ما على بالي قلت له قلت له من مفروض ساتورن اثور دوسان قالي بزيف قفل يعني عنده بعيد وعنده هديك عنده الغيرة هديك بسعال لي قبله ولي قبله كان يدي الدبل اه قلت له قبله كان يتيمي قالي لا حفيد وانه عنده منطقه يعني حكيت وقلت لك ما زاله في دهنه يريد ان يحافظ على على المصلحة الجزائر يعني كان يقدر يقول له انا اني رتلت يعني واش دخلني فقلت بزيف حفيده قلت له اذا هو المرشي فشوف الغيرة اللي عنده توصل حتى انه يقولك بزاف ان شاء الله يسمحني انه يقولك حاجة مثل هذي ولكن ما زلت نقول اشياء اخرى لانه المجالس امانات وقد اعتقد بانها ليست مؤثرة يعني ماش في العمق ممكن تأثر لكن اللي عرفت عليه هو عرفت على انسان يحترمي كتير ونحترمه كتير ماذا شرف لي يعني